كابوس عائلات هؤلاء الأمريكيين الخمسة المحتجزين في إيران قد يقتربوا من نهايته بعدما بدى واضحا أن عملية تبادل السجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد تصل إلى مراحلها النهائية خصوصا عقب تصريحي الكونغرس الأمريكي والخارجية الإيرانية في هذا الشأن يوم الاثنين أما كابوس العقوبات الأمريكية فلا يزال يخيم على إيران ولكن سيسمح لها عبر الصفقة المبرمة من تحويل مبلغ 6 مليارات دولار المحتفظ بها في حسابات كوريا الجنوبية المجمدة إلى حسابات مجمدة في قطر لاستخدامها لأغراض إنسانية وستشرف قطر على صرف تلك الأموال دور قطر ودول خليجية أخرى في عملية إعادة مد الجسور بين إدارة بايدن وإيران ملاحظة تجدر الإشارة إليها بالإضافة إلى تحاليل سياسية أخرى ترى الصحفية راغد درغام انتباقها على الصفقة هذا جديد نوعي لأن في السابق كانت الدور الخليجية تستبعد عن العلاقة الأمريكية الإيرانية بقرار مسبق من الطرفين إدارة بايدن ترغب كثيرا في دفع إيران خارج الحضن الروسي ولذلك تريد ترغيبها بصفقة مثل هذه التي تمت هناك نحية سياسية في هذه الصفقة تتعدى العلاقات بين البلدين وتدخل في معادلة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية إيران تفضل إدارة بايدن وإدارته تريد المحافظة على سلطتها من هنا ترى درغام أن استبعد عناصر المواجهة مع طهران أو أحد أقطابها هو أولوية في الفترة الحالية الأولوية الآن هي لتعافي إيران جزئيا من العقوبات وإيران تؤثر على حزب الله لتقول له ابقى صامتا في الوقت الحاضر داخليا في بيروت في لبنان أعتقد أنه من المبكر أن نقول أن الحلحلة آتية ولكن لا أعتقد أن المواجهة آتية بطريقة تؤثر على مصالح طهران الهدوء مطلوب لكنه ليس مضمونا خصوصا أن معارضة شديدة من الجمهوريين في الكونغرس تواجه الصفقة أمر قد يفتح الباب على زكزكا من قبل المعارضين ومن يتقاطع معهم في المنطقة